في أستراليا تم إخلاء مطار كنابرا وإقاف تحليق طائرات بعد إطلاق مسلح الرصاصة بالقرب من المنطقة الأمنية المخصصة لإجراء الاستعداد للسفر وذكرت وكالة ABC الأسترالية أن الشرطة ألقت القبضة على المسلح وقالت أنه تم تجريده من سلاح كان بحوزته وأضافت الشرطة بأن صور كاميرات المراقبة ظهرت أن الشخص المحتجز يعتقد أنه الوحيد المسؤول عن هذه الواقعة